اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة مونتاج الفيديو باستخدام برنامج دافنشي ريزولف في هذه المحاضرة راح ناخذ مثال تطبيقي اخر وراح يكون اعلان بنادول طيب طبعا نجي الى اديت نافذة اديت ومن ثم اما نضغط على كنترول اي اما نجي الى فايل ومن ثم امبورت فايل امبورت ميديا طبعا راح نضيف هذه الملفات راح تكون هذه الصورة مع هذا الصوت وطبعا راح نضيف هذه الملفات ومن ثم اوبن راح تنضغط بصندوق الميديا طيب الان راح نضيف الصوت بهذه المنطقة طيب نسمع التعليق الصوتي طبعا نحب نشكر المعلقة الصوتية من دولة لبنان الحبيبة المعلقة جنا قانسوة طبعا اهدتنا هذا الصوت اللي راح نستخدمه اثناء شرح هذا الاعلان طيب طبعا هو اعلان لبناندول فكرت انه الم الصداع ممكن يعيق عملية النوم وبالتالي ممكن تعاني من الارط والسهر طيب ممكن في البداية نضيف مثلا صوت نجي هنا الى تايتل طبعا ونجي الى تاكست نضغط على التاكست نضيفه بهذه المنطقة طبعا نكتب طبعا نجي هنا الى الانسبكتب نكتب مثلا الالم معيقه نوم طبعا ممكن طبعا نضيف نقصط لذلك الله صعب لي فوق ممكن نضيفه ممكن نضيفه نجي سير فوق بهذه الطريقة طبعا ممكن يكون الصوت بهذه المنطقة بديو ممتاز ممكن نقصط طبعا طبعا نبا طبعا 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 الالم اضيفه بهذه المنطقة اذا لاحظ ان هذا الفيديو يحتوي على صوت بامكاننا انه نضغط على double click ونسحب فقط الفيديو نضيفه بهذه المنطقة طبعا نجي الى العرض ممكن نخليه 25 ونجي الى هذا الفيديو طبعا نجي هنا بهذه المنطقة نجي الى transform وطبعا راح نكبر بهذا الشكل او لا بس انه نصغر يعني او يكون بهذا الشكل يجي بهذه المنطقة نغير الى crop يعني قطع طبعا راح يكون بهذا الشكل هذه المنطقة جيد الان راح نرجع الى الخيار transition او transform طبعا هذه الصورة راح تكون بهذه المنطقة طبعا نضيف فيديو اخر ممكن يكون هذا الفيديو ممكن يكون هذا الفيديو لا بأس جيد طبعا نحدد هذا الفيديو نخليه بهذه المنطقة طبعا راح نكبره ممكن يكون بهذا الشكل ممكن يكون بهذا الشكل ممتاز ممتاز الآن إذا تركنا له الفرصة طبعا نضيف ممكن انه بهذه المنطقة إذا تركت طبعا نضيف بهاذه المنطقة راح نحدد الفيديوهات اثنين ونضغط على كونترول بي اللي هي العلامة القطع أو علامة الفصل طبعا هنه راح نحدد الفيديوهات من أداة نحدد هذا الفيديو وشفت هذا الفيديو نضغط على كونترول بي طبعا راح نحذف هذا الجزء من خلال الوقت نضيف مثلا فيديو آخر أيضا بإمكاننا انه نضغط دابل كليك ونضيف فقط الفيديو بهذا الشكل وأيضا بإمكاننا من الكروب نقطس بهذا الشكل مثلا ممكن هذه الطريقة طبعا نجي الى اداة الترانسفورم راح نخليها بهذه المنطقة جيد الآن نختار صورة أو فيديو آخر مثلا ممكن نختار هذا الفيديو نضيفه طبعا أيضا بإمكاننا انه نضغط دابل كليك ونسحب الفيديو فقط بهذا الشكل فقط نختار انه الجزء المناسب إذا لاحظ انه ممكن بهذه المنطقة يكون يلاحظ انه أكبر كمية من الألم يظهر لنا الفيديو طبعا ممكن بهذه المنطقة نضغط على كونترول بي نحذف جزء بالباك سبيس طبعا هذا الجزء ممكن انه مصغر العرض طبعا وطبعا في هذه المنطقة يكبر العرض بهذا الشكل جيد أيضا بإمكاننا من كروب كاننا أيضا يعني نعمل كروب بهذا الشكل وأيضا نرجع مرة أخرى لترانسفورم طبعا نخلي الفيديو بهذه المنطقة منتص الألم يقدر يحلينا ملنم طول الليل إذا تركنا له الفرصة اختار بنا جايب ونحن الى هذه المنطقة راح نحدد هذه الفيديوهات ونضغط على كونترول بي وطبعا راح نحذف بهذا الشكل ونحنضيف صورة صورة الإعلان صورة الإعلان هذي ونحنضيف هذه المنطقة جايب وراح نضيف نص بهذه المنطقة وراح نكتب بنادول بنادول أيضا راح نختار فوند فرصة بنادول وراح نختار فوند هذا نختار مثلا الجزيرة ودلغ وطبعا ممكن نختار 80 حجم النص ممكن يكون بهذه المنطقة ممتاز الان راح ناخذ نسف كونترول سي كونترول بي طبعا راح يرتفع الى الاعلى وهذا الجزء راح يكون بهذه المنطقة يعني النص يكون فوق النص الاول طبعا راح ينزل الى الاسفل راح نغير نكتب نهاية الالم او ممكن نشوف الاعلان شو نقول بيقدر يحلينا من نم طول الليل اذا ترك نالو الفرصة اختار بنادول نايت عشان تتخلص من الالم يعني ممكن نقول حتى تتخلص من الالم وطبعا لا بس نختار هو نفس الجزيرة ولكن ممكن يكون بولد طبعا ممكن يكون الحجم بهذا الشكل جيد ولا بس طبعا نضيف ترانزيشن نجي الى فيديو ترانزيشن ونجي مثلا تور ترانزيشن نضيفه بهذه هي الطريقة وممكن طبعا نتقلل نشوف اختار بنادول نايت عشان تتخلص من الالم جيد ممكن جيد ممكن بهذا الحجم طبعا يكون حجم النصوص مع حجم الصورة الان راح نضيف فيديو ممكن نختار لا بأس هذا الفيديو ايضا جميل وممكن نقتص من عنده يعني نشاهد انه هذا الفيديو مثلا نشوف الجزء اللي يعني يكون بي نوم مثلا اي فيديو يكون بي نوم نشاهد ممكن بهذه الهنطقة ممكن كنترول بي نحذف الجزء على اليسار هذا ديليت وبهذه الطريقة الآن شاهد ممكن بي نوم وتنام وترتاح استمتع بالنوم ومتق لأمن الألم ممكن بهذه هي الطريقة لأمن الألم ممكن طبعا تكون الفيديو بهذه هي الطريقة وطبعا ممكن نضيف ترانزيشن طبعا لا بأس انه ممكن يكون بهذا الشكل وممكن كروس بسولد ممكن نضيفه بهذه الطريقة طبعا ممكن ديليت طبعا ممكن نلغط على هذا الخيار وطبعا يكون بهذه الطريقة وممكن نضيف ترانزيشن صورة العلاج وهو بانادول نات بهذه الطريقة من الألم بانادول نات وطبعا ممكن نضيف تعليق صوتي طبعا ممكن نضيف بهذه المنطقة ممكن نكتب التعليق الصوتي جونا فانسو مطبعا بهذه الطريقة ممكن نختار فوند مطبعا ممكن نختار فوند الجزيرة وطبعا ممكن نكون حجم 50 مثلا أو لا بأس يكون خمسة وسبعين هذه الطريقة طبعا راح نضيفه بالأعلى طبعا نخوان خمسة وسبعين يعني عققد ستين مناسب ولا بأس طبعا من التروني ترانزشن الفيديو ممكن نضيف كور ترانزشن يضطينا انتقال جميلا ممتاز الان راح نحفظ الفيديو حتى نشاهد وطبعا طريقة الحفظ من فايل ونجي الى كويك اكسبورت ورح نختار طبعا اج 264 اكسبورت طبعا رح نختار بي ادس اكتوب بانادول ومن ثم save طبعا ننتظر تم عملية الحفظ جيد نشاهد الفيديو ممتاز اعلان لطيف جميل وسهل ومعبر في نفس الوقت ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة